سأخذ بعض الأخبار معاك وتقول لي رأيك فيها إيه؟ ناشي خطيب بيجتمع بكهربا عشان يحسب موقفه والموضوع الغرامة اللي هيسددها كهربا وأيضا انتقالوا إلى بيرامدز لأن طبعا عندي خبر مهم جدا أن الأهلي في الرطوش الأخيرة لضم إبراهيم عادل نجم نادي بيرامدز والصفقة دي هيكون داخل فيها كهربا إيه رأيك في الخبر أنا لو من بيرامدز ما وفقش أبيع ما خدش حاج أيوة بس هم عايزين وما بيرامدز عايزة كهربا يعني بيرامدز عايزين كهربا يعني هم عايزين كهربا وإبراهيم عايز يروح الأهلي ماشي إبراهيم يروح الأهلي عادي تمام ما عندناش مشكلة هي قصة دلوقتي إن كهربا يتم إقنع أنه يروح بيرامدز هي دي قصة في الصفقة يستحملوا بقى مين يستحملوا بيرامدز يستحملوا إيه يستحملوا يعني أنا مفروض إن أنا عندي كنز هبيعوا وبعد كده مفكرش أجيب لعيبة لإن أنا عندي لعيبة بالكوم ما أنت هتودي كهربا كهربا برضو مش لعيب قليل مع كل الاحترام ليه بس مش هيفرق هناك مش هيفرق آه مش هيفرق طول ما الراجل التكيز ده موجود مش هيفرق أصدق طريقة اللعب طريقة لعبه مختلفة تماما عن الراجل عشان كهربا بيخدها ويقف عليها لا بقى يلعب بمزاج والراجل مش عايز كده الراجل عايز الوحدة كلها تشتغل طب ما ممكن يشتغل مع الوحدة كلها صعب صعب هاي لإن أنت هتيجي دلوقتي تقول له إلعب مع الناس الطو والوان طو والوان طاتش والطاتش والكلام ده ممكن تكيز بعد انتهاء الدوري بعد ما يطلع روحه بقى ممكن يمشي لو البرامدز مخدش الدوري خلاص بقى دي بي حاجة تانية بديك كل الحلول على فكرة اللي بقى لك برضو ما أنت برضو يعني اللي انت فيه ده بالنسبة البرامدز أملا لإن كانت فرقة جاية من بعيد ما كانوش متوقعين إن هم لإن كانت فرقة تعتبر ما عندهاش الحس بتاع البطولة الراجل ده لما جيه زرع فيهم حتة البطولة إنت بقى لك خمس ست مخدش دلوقتي هم ماشيين كويس وعندهم إصرار على البطولة حتى لو ما خدهاش رأيك في الصفقة دي ايه أنا بالنسبة لي لا إبراهيم عادل يروح بفلوس إنما هم لو خدوا كهربا يبقى كده أيها طب ما هم حرين بقى يروح بفلوس يبقى بعد كده ما أكيد ما فيها فلوس يعني من ناحية إن الأهل هيدفع فلوس لبيرامدز هيدفع يبيع هم مش محتاجين كهربا ده أصدق بقى بس يبيع إبراهيم عادل للأهلي لكن كهربا ما يجيش لا ما هو الأهلي برضو عايز يخفف الفلوس طيب أخي ببالك طيب مش معنى يخفف الفلوس طيب أنت أصلا دافع في بيرستاو ودافع في مكسوني ودافع في بدري بنون لازم تدفع إيه؟ الأهلي لازم يدفع يدفع في براهيم عادل لا يستاء لازم يدفع عشان الأهلي محتاج لعيبة ده يستاء والله من محتاج لعيبة ما أنت عندك أهو هتجيب السنة بس السنة بس أيوة تب أنت هتجيب مين أحسن باللعيبة الموجودة لا عندك شدي حسين بيفوضوه أحمد عاطف بيفوضوه وعندك عمر سيسي طيب ما شدي حسين ده بقى له سنتين السنة بس بقى له سنتين آه ما جابوش ليه بدل بيرستاو نضج نضج شدي حسين نضج أسهل هو لمساعدهم أيوة شدي حسين نضج ومن السنة اللي فاتي طالي مقاعدهم تمام طيب أخذ المهند إيشمان إنت الملحية تشوفهم اللي بات